تأمين الصحي الزمين الصالح يوسف والتفاصيل لتقديم أرقى الخدمات ومن أجل إيجاد الحلول المناسبة للتغلب على العقبات التي تواجه التأمين الصحي في مملكة البحرين جمعية التأمين البحرين وبالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة نظمت مؤتمر التأمين الصحي الذي يطرح باكورة من الملفات المعنية بهذا المجال ومن أهمها إدارة المطالبات وسبل مواجهة الاحتيال وسياسات التسعير وغيرها الموضوع الآن سيطرح في البرمان للمناقشة لمناقشة وإقرارة إن شاء الله في المستقبل لأن شركة التأمين بيكون دور كبير في تأمين خوصا المقيمين الأجانب في البحرين والحقيقة أننا نستفيد منهم في الكثير من المناقشات على أساس كيفية تطبيق هذا النظام وإن شاء الله بعد يكونونهم يساعدون يعني المسؤولين في الناحية التشريعية والناحية التنفيذية افتتاح وضع النقاط على الحروف حيث قدم المؤتمر نفذة عن مشروع الضمان الصحي الوطني الذي سيوفر مظلة علاج شاملة لكل المرضى من المواطنين والمقيمين بالبحرين وهي مجرد بداية لمشاريع مستقبلية مشتركة في خطوات جاية معنا بيننا وبين المسؤولين على الصحة حوالي تقريباً تهو 19 سركة تأمين موجودة في السوق البحريني تكتب تأمين صحي مشروع الحكومة مشروع جداً ممتاز جيد يحتاج مرة بمراحل مرحلة تأمين جزم المراحل يعني اللي قاعدين نقشوه مع شركات تأمين شنه دورها لما ماتي مرحلة التنفيذ وشنه وقعها لإختصار البلد المؤتمر يعتبر فرصة مهمة لتبادل الخبرات بين المعنيين والخبراء والمسؤولين في التأمين الصحي بالمملكة الحضور ما شاء الله يعني أفاق التوقع اللي كنت حاطة في البال يعني شفت عدد كبير من شركات التأمين ممثلين هنا في اليوم في المؤتمر هذا والموضوعات اللي طرحت جداً مفيدة حق القطاع وحق السوق بشكل عام تعاون مشترك ضم كوكبة من الاستشاريين وشركات متخصصة إيماناً من المجلس الأعلى للصحة بواجبه في دعم قطاع التأمين الصحي بالمملكة والعمل على الارتقاء في تطوير الضمان الصحي الوطني تعزيزاً لمكانة البحرين في المجال الصحي على الصعيد الإقليمي يأتي هذا المؤتمر الذي يسلط الضوء على ما جاءت به الخطة الوطنية للصحة والخطة المستقبلية للرقي بالخدمات الصحية التي تصب في مصلحة المواطن لتلفزيون البحرين صالح يوسف